بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم معاكم شادي عبدو من شركة point trader group نهاردة إن شاء الله تعالى معنا النموذج الساعدي بيتكرر بكسرة في سوق الفوريكس وهو عبارة عن نموذج عاكس للاتجاه الصاعد النموذج يسمى double top أو القمم السنائية نموذج ده بيظهر في نهاية اتجاه صاعد وبعد ظهوره بيتحول السوق من صعود إلى هبوط تعالى نشوف باختصار كده إزاي نموذج ده بيتكون على الرسوم البيانية في البداية بتلاقي عندك إن فيه اتجاه صاعد في السوق يبدأ السوق فيه تكوين قمة أولى بإنه هو ينزل يحصل فيه هبوط في السوق فأنت تتخيل إن السوق بيبدأ إنه هو يعكس في الاتجاه ولكن بيبدأ مرة واحدة فيه الصعود مرة أخرى ولكن لا يتعدى القمة الأولى يعني تقريبا بيوقف نفس المستوى أعلى شوية أقل شوية ولكن اللي هو مستوى قريب جدا من القمة الأولى بعدها يبدأ السعر فيه الهبوط من القمة الأولى وصولا إلى القاع المكون ما بين القمتين في الحالة دي بيتكون عندنا حاجة اسمها confirmation line أو مستوى التأكيد مستوى التأكيد ده هو مفتاح الدخول الخاص بالنموذج يعني أنت ببساطة شديدة لما تفتح رسم بياني وتلاقي شكل زي كده نبدأ نرجح ونقول عندنا نمط عاكس للاتجاه الصعود وفيه احتمال يحصل فيه هبوط إذن عندنا قمة أولى قاع وقمة تانية بعد كسر المستوى اللي بالنون الأحمر ده اللي هو القاع ده يحصل فيه إغلاق أسفل هذا المستوى بنتوقع استمرار للهبوط ده وبالفعل بينعكس الاتجاه من صعود إلى هبوط طيب بالنسبة للمستهد في الخاص بالنموذج طبعاً دلوقتي أنا عرفت مستوى الدخول الخاص بالنموذج هتخل إمتى؟ طيب إمتى ممكن نخرج من السوق اللي هو التك بروفيت بتاعي لو لاحظت هنا هنلاقي أنه في مسافة ما بين القمة الأولى والقمة التانية والقاع المسافة دي ما بين أعلى قمة هنا والقاعدة في هنا مسافة ولتكن مثلاً المسافة دي 100 نقطة 200 نقطة 1000 نقطة 50 نقطة بعد كسر المستوى أو القاعدة نتوقع هبوط في السوق بنفس المقدار تقريباً اللي هو ما بين أعلى قمة وأقل قاعة اللي هو المسافة دي فلو من هنا الهنمية إذن نتوقع أي هبوط 100 نقطة تقريباً في السوق بالنسبة لوقف الخسارة ووقف الخسارة ممكن نشتغل بمبدأ واحد لواحد يعني واحد لواحد يعني لو مستهدفي 100 نقطة إذن الوقف بتاعي برضو هيبقى 100 نقطة تعال كده سريعاً نشوف مثال من السوق على الكلام ده تعال كده بص معاي حنلاقينا عندنا هنا اتجاه صعد تكون عندنا قمة أولى بعدين القاع بعدين قمة تانية بعدين قادم مستوى التأكيده نحظ بعدها يحصل فيه كسر للمستوى ده هنا بعدها السوق ينزل ودى المستهدف بتاعك اللي هو المسافة دي توضاف إلى نقطة الكسر وإيبقى ده المستهدف المحتمل بتاعك تقريباً دي بتساوي دي أتمنى يكون الشرح واضح وتمنيتي بالتوفير لجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته